بسم الله الرحمن الرحيم ما هي أول صفة للقرآن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أحببت اليوم أيها الأحبة أن أتأمل معكم بدايات نزول القرآن هذا الكتاب المحدد الواضح المباشر التعاليم التي نجدها في هذا الكتاب لا نجدها في أي كتاب آخر قوة الوضوح ما هي أول سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم بعد ذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أول أمر نبوي كان قيام الليل ليدلك على خطورة هذا الأمر وأهميته وكيف يغير حياتك كيف يغير حياتك قيام الليل معظمنا للأسف يغفل عن قضية قيام الليل وأهمية هذا القيام والقيام هنا أيها الأحبة لا يعني أنك تقوم وتقف هكذا أو تصلي باستمرار بدون أن تفهم أي شيء لا أن تمشي في حاجة أخيك في السر وفي الليل أن تفكر كيف تساعد إنسانا بحاجة إليك هذا جزء من قيام الليل أن تجلس وتتدبر آية من القرآن هذا أحد أنواع قيام الليل أن تجلس وتفكر كيف ستساعد إنسان فقير أو إنسان مسكين هذا نوع من أنواع قيام الليل أن تتعلم معنى آية أو معنى حديث هذا نوع من أنواع قيام الليل إذن قيام الليل لا يعني فقط القرآن ولكن القرآن هو الذي يحرك حياتك بالكامل هو الذي يعدل سلوكك بالكامل أنا أمامكم الآن أنا نموذج سأقول لكم ما قبل القرآن وما بعد القرآن القرآن غير طريقة تفكير بالكامل أيها الأحبة غير حياتي بالكامل تماما أصبحت حياتي تسير بناء على ما اكتسبته من معلومات من هذا الكتاب العظيم القرآن العظيم هو أقوى كتاب يعدل سلوكك باستمرار نحو الأفضل ليس له سلبيات ليس له مشاكل أبدا بل هو جاء ليحل المشاكل لذلك في بدايات نزول القرآن أنزل الله سورة عظيمة هي سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة نصفه أو انقص منه قليلة أو زد عليه ورتل القرآن ترتيله حدد لك أن هذا اسمه قرآن بينما إذا ذهبت للكتب المقدسة تبحث لا تجد فيها اسم ما هو اسم الكتاب تكاد لا تجد هذا الاسم ما هي الصفات الكتاب الذي تقرأه لا نعلم ما هي اللغة التي نزل بها هذا الكتاب لا نعلم بينما القرآن لا مختلف قرآنا عربيا غير ذي عوج قرآن عربي حدد لك في سورة المزمل أيها الأحبة الله تعالى يقول لحبيبه عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن من بعده ولكل إنسان من بعده ورتل القرآن ترتيله لماذا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة أول صفة للقرآن في القرآن نزلت في القرآن هي القول الثقيل بالفعل أيها الأحبة عندما تتعمق كثيرا في هذا القرآن تشعر بثقل هذا الكلام تشعر بثقل كلام الله إذا كان الجبل أخي الحبيب لا يتحمل كلام الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والله يقول لك انتبه يقول لك هذا القرآن أي الذي تقرأه أنت أيها الإنسان ليس قرآن آخر بلغة أخرى لا هذا القرآن لو أن الله جعل الجبل يفهم كلام هذا الكتاب العظيم لخرى لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذا كان الحجر يخشع أنت أيها الإنسان إلى هذه الدرجة قلبك قاسي لا يتأثر بكلام الله عز وجل نضع القرآن هكذا وننشغل ونستمع إليه ليلة نهارا ولا نتأثر به لذلك تجد أن الإنسان يستمع للقرآن ليلة نهارا في حديثه تجد الكذب تجد النفاق أحيانا تجد الغش تجد المعاملة السيئة لمن حوله لم يفهم لم يفهم ولم يفقه هذا الكلام إذا أردت أخي الحبيب أن تتذوق لذة القرآن وحلاوة القرآن والمتعة الهائلة عندما تستمع للقرآن يجب أن تشعر بثقل هذا الكلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة يجب عندما وأنت تستمع لكلام الله عز وجل تشعر أن جسدك يعني هذا الكلام ثقيل عليه جدا كأنك تحمل جبال على كتفيك إذا وصلت لهذه المرحلة ستشعر بحلاوة القرآن وستشعر بالسعادة الحقيقية التي لا يمكن أن تشعر بها حتى لو امتلكت الدنيا بأكملها هذا الإحساس أيها الأحبة كيف يأتي بالتعمق والتدبر لذلك في القرآن نفسه لم يقل أفلا يحفظون القرآن لم يقل أفلا يسمعون القرآن لم يقل أفلا يقرؤون القرآن لا لا أبدا قال تعالى مرتين مرة في سورة النساء ومرة في سورة محمد عليه الصلاة والسلام في الآية الأولى ماذا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني تدبر لتستيقن أن هذا كلام الله قارن بين القرآن وبقية ما يسمى بالكتب المقدسة قارن بين كلام الله وكلام البشر قارن بين كلام الله بعضه ببعض هل تجد تناقضات هل تجد أمر واحد يأمرك بالشر هل وجدت أمرا واحدا في القرآن فيه ضرر لك هل وجدت شيئا ينهاك الله عنه وفيه خير وينهاك الله عنه لا نهان عن الزنا كله شر وكله مرض نهان عن الخمر كله أمراض وصرطان ويذهب العقل ومشاكل وعنف أسري كل ما نهاك عنه القرآن لمصلحتك أنت أيها الإنسان الله لا غني عن عباده إن الله لغني عن العالمين وبالتالي أخي الحبيب أنا نصيحة لك أن تتعمق وتتدبر هذا القرآن لتخرج بنتيجة بالفعل تستيقن أن هذا القرآن هو كلام الله لأن كل الكتب الأخرى فيها تناقضات فيها اختلافات إلا القرآن العظيم اذهبوا إلى ما يسمى بالكتاب المقدس يعني أحد الباحثين كشف أكثر من ثلاثين ألف تناقض في العهد الجديد فقط بين كتب العهد الجديد تجد تناقضات اختلافات كثيرة في القرآن الكريم لا يوجد ولا تناقض واحد الآية الثانية في سورة محمد ماذا تقول لنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان هل قلبك لهذه الدرجة مقفل أمام كلام الله تستمع لهذا الكلام وتمشي ولا تتأثر ولا تتغير حياتك هذا القرآن شفاء أيها الأحبة من لم يشفه القرآن أنا أقول له أنت لم تفهم القرآن من الآخر لم تفهم لأن الله أكد قانون إلهي قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذا لم تشعر ولم تدرك ولم تر أن هذا القرآن هو الشفاء لك إذا أنت لم تفهم القرآن كل من يفهم القرآن لابد أن يجد فيه الشفاء لمشاكله لهمومه لأمراضه وأنا أحدثكم عن تجربة شخصية طبعا أعيشها مع القرآن منذ أكثر من 35 عاما أعيش أنا هذه التجربة حقيقة وأجد أن هذا القرآن يغير حياة أي إنسان بشرط واحد أن تجعل القرآن رقم واحد في حياتك طبعا الكلام سهل ولكن التطبيق صعب التطبيق صعب أن يكون القرآن هو رقم واحد تنام وأنت تفكر بالقرآن لا تفكر ماذا ستعمل غدا وكيف ستشتري وكيف ستبيع وكيف ستعمل كذلاء تستيقظ وأنت تفكر بالقرآن طب هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام هل النبي كان إنسان ناجح أم غير ناجح في حياته تذكرون ذلك الرجل الذي ألف كتابا سماه المئة الأكثر تأثيرا في التاريخ وضع اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام رقم واحد وهو غير مسلم على فكرة قال لأنه نجح سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا نجح في بيته ونجح في مجتمعه ونجح حتى على المستوى الاقتصادي والسياسي وغير ذلك وهذا الأمر نادرا ما يتحقق تجد الرجل ناجح في بيته ولكن فاشل خارج بيته أو ناجح خارج بيته في بيته تجد لديه المشاكل طب النبي ماذا كان يفعل كان همه القرآن كان خلقه القرآن كانت حياته القرآن عندما ينام كان يقرأ القرآن ويدعو الله بكلمات من القرآن عندما يستيقظ أيضا تجد كلام الله على لسانه عندما يقوم الليل يتلو القرآن في النهار يتلو القرآن مع أصحابه يتلو عليهم القرآن كيف استطاع النجاح بمجرد القرآن مجرد لأن القرآن حقيقة أيها الأحبة كما قلت لك إذا فهمته وطبقت ما فيه هو يعني مثل برنامج علاجي لكل شيء يجعلك سعيدا يجعلك أي مشكلة تمر بها حلها سهل أي قضية تعترضك تذهب إلى القرآن تجد حلا في هذا القرآن وأنا أقول لكم بالنسبة لكل مشاكلي وكل همومي وكل حياتي أجد صدا لها في القرآن كل المواقف التي أخوضها لابد أن تجد آية في القرآن لأن القرآن هو التبيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فلذلك أخي الحبيب يجب أن تشعر بعظمة هذا القول الثقيل يعني ليس عبثا أن الله في أوائل يعني سورة المزملة هي ثالث أو رابع سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل تنزيل القرآن أمر بترتيل القرآن وقيام الليل وإدراك أن هذا القرآن هو قول ثقيل وردت للقرآن ترتيل إن إن سنلقي عليك قولا ثقيل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيل إن لك في النهار سبحا طويل لذلك ينبغي أن تستثمر فترة الليل فترة مهمة جدا للتدبر من أراد أن يتدبر القرآن عليه بالليل الله هو الذي أخبرنا أيها الأحبة لست أنا من يقول ذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة هي أكثر يعني يعني دماغك يكون أكثر قدرة على استيعاب المعلومات بالليل هذا ملخص وهذه تجربتي طبعا لذلك أيها الأحبة اتخذوا هذا القرآن منهجا لكم قائدا لكم في حياتكم وسوف يتغير كل شيء نحو الأفضل برنامج علاجي القرآن إذا أردنا أن نتكلم بلغة العصر من يطبق القرآن يطبق أقوى برنامج علاجي لعلاج جميع المشاكل ولتحقيق السعادة الحقيقية وليست الوهمية التي تأتي عن طريق المال والشهرة والسلطة وغير ذلك لا سعادة حقيقية سلام داخلي أن تعيش السكينة والسلام والهدوء وأن تكون حياتك عبارة عن انتظار للقاء الله تبارك وتعالى ستجد أن همومة الدنيا بدأت يعني تنزل من على كتفيك وبدأت تشعر بالحرية والراحة والهدوء والسكينة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته